أخيرا بخصوص الأهلي فالنهاردة الأهلي نشر عبر موقعه الرسمي تعليقا وخبرا يخص أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب عن حالته الصحية وإحنا طبعا خلال الأشهر بل السنوات الماضية تابعنا متابعة واضحة لحالة الكابتن محمود الخطيب ربنا يدي له الصحة ويددينا جميعا فجاء الخبر النهاردة مقلقا نسبيا بالنظر لما تضمنته من بعض العبارات فتعالوا مع بعضنا استعرض الأول بيان الأهلي ثم نشرح المعلومات الخاصة بحالة الكابتن محمود الخطيب كتب الأهلي أنه يغادر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي معسكر الأهلي بالنمسا خلال الساعات المقبلة في طريقه إلى باريس لمعاوضة الطبيب الفرنسي المعالج الذي يتابع حالته منذ فترات طويلة يقضى رئيس الأهلي هناك للعديد من الفحوصات الطبية الجديدة لاستضاح الموقف كاملا قبل استكمال العلاج على النحو المتفق عليه سلفا أو تكون هناك خطوات علاجية أخرى خاصة أنه تعرض أكثر من مرة إلى وعكة صحية في الفترة الماضية كان آخرها قبل يومين أثناء تواجده الحالي بمعسكر الفريق والطرة للتوجه إلى إحدى المستشفيات وطلب منه الأطباء النمساويون ضرورة معاودة الطبيب الفرنسي الذي يتابع حالته لأنه يحتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية والالتزام بالراحة فترة ليست قصيرة في ظل معاناته من إرهاق ذهني شديد وحالة دوار تنتابه بين الحين والآخر دي المصطلحات اللي بقول لحضراتكم أنها مقلقة ليست قصيرة إرهاق ذهني شديد حالة دوخة بتنتابه بين الوقت والآخر فكان كمحبين للنادي الأهلي ولأسطورة الكرة المصرية لكابتن محمود الخطيب ده شوية ألا إنس إحنا معلوماتنا أنه الكابتن محمود الخطيب حالته الصحية جيدة بيحتاج أنه يعاود الطبيب بشكل جيد الزيارة المقررة إلى باريس إجراء روتيني من وقت للتاني وهو بالفعل مرهق الكابتن محمود الخطيب بدليل أنه في بعض المناسبات ما بيكونش موجود فيها بعض المباريات بيغيب عنها بيسافر في أوقات كتيرة لهذه الرحلة وبالتالي هو مرهق آخر حاجة على قصة أنه تعرض لوعكات في المرحلة الماضية آخرها قبل يومين الكابتن محمود الخطيب بحسب معلوماتنا وهو في الجيم من يومين في المعسكر الأهلي في النمسا كان اتخبط رأسه اتخبطت وهو في الجيم الخطة دي قدت إلى كادمة قدت حتى إلى استدعاء الغرز يعني اتعامل غرزة أو اتنين بل ثلاث غرز وده اللي كان شوية مقلق وبناء عليها هل بسبب ده بيسافر إلى فرنسا جزء من الأسباب لكن للإطمئنان على صحته ومتابعة روتينية بإذن الله إلى حالته الصحية فمليون سلامة على الكابتن محمود الخطيب يرجع بإذن الله بألف سلامة اشتركوا في القناة